وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 477 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وضبطت الحملات الأمنية قرابة 62 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وكذلك ضبط قرابة 47 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 718 قضية من بينها 94 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط 27 قضية ببط بط بط بلغت أكثر من 271 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير موسيقى اشتركوا في القناة